الآية الخامسة والأربعون بعد البسملة من سورة الحج فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيت الآيات لها آفاق وليس المقام منعقدا للحديث عن خصائص آيات القرآن وعن منهج أهل البيت في تفسيرها الجهة التي أريد أن أقف عندها ما جاء في آخر الآية هي الآية الخامسة والأربعون بعد البسملة من سورة الحج وبئر معطلة وقصر مشيت البئر المعطلة هي البئر التي قام الناس بفعل أي شيء كي يمنعوا وصول الذين يريدون الماء من أن يصلوا إليه إما أنهم وضعوا عليها بابا وأغلقوا تلك البئر إما أنهم ردموها بالحجارة إما أنهم وضعوا عليها أناسا يحملون الأسلحة ويقومون بقتل كل من يقترب من تلك البئر بالنتيجة هناك بئر معطلة لأي سبب من الأسباب وبئر معطلة وقصر مشيت القصر عامر لكن البئر قد عطلت لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى تلك البئر كي ينتفعوا من مائها لأي سبب من الأسباب وضعوا حقل ألغام ومتفجرات حولها هناك بئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيت بجولة سريعة بين الروايات والأحاديث أبدأوا من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي إنني أسابق الوقت لا أدري ماذا أصنع سأقرأ الأحاديث بشكل سريع من دون أن أقف عندها لتبياني مضامينها وفحواها الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة دار إحياء التراث العربي والحديث المعرفة بالنورانية الذي رواه لنا سلمان وأبو ذار رضوان الله تعالى عليهم عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين فماذا يقول الأمير في الصفحة الثالثة من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار الأمير يقول وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وفي ولايتي فقال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيت فالقصر محمد والبئر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوها فحينئذ هل ينتفع العيش في ذلك القصر المشيت من دون ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لا قيمة لذلك القصر وبئر معطلة وقصر مشيت فالقصر محمد والبئر المعطلة ولايتي أو ولايتي القراءتان صحيحتان عطلوها وجحدوها ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ألا إنهما مقرونان الكلام واضح وفي الوقت نفسه بحاجة إلى توضيح أكثر لكنني لا أجد وقتا كافيا سأستعرض عليكم الروايات والأحاديث في معنى هذه الآية وبئر معطلة وقصر مشيت بالنتيجة هناك جهات لكنها تلتقي في نقطة واحدة سنرى نقطة الالتقاء أين؟ عند القيمة صلوات الله وسلامه عليها وهذا هو الكافي نذهب نذهب ونعود إلى الكافي إنه الكافي لشيعة آل محمد الجزء الأول صفحة أربعمية وأربعة وثمانين الحديث الخامس والسبعون من نفس الباب الذي قرأت عليكم قبل قليل منه فيما يرتبط بالآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة المؤمنون المأمونون من نفس الباب الحديث الخامس والسبعون بسنده عن علي بن جعفر إنه علي ابن الإمام الصادق عن أخيه موسى عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه وبئر معطلة وقصر مشيد ماذا يقول إمامنا باب الحوائج؟ قال البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المشيد الإمام الناطق ومر الحديث عن قانون الإمام الصامت والإمام الناطق وإنما صمت الإمام بسبب الناس وإلا فإن الإمام الصامت هو إمام الناطق صمته بسبب الناس الناس هم الذين عطلوا لأنه لو تحدث لصنع الناس ما صنعوا من الفتن والمشاكل والمشاغل للإمام الأول الناطق حكاية الناس وحكاية الفتنة والتأريخ مشحون بهذه الوقائع إمامنا الرضا بقي إماما صامتا وماذا فعلت الشيعة في قضية الواقفة وكان الذي كان حكاية كبيرة لو كان الإمام قد تحدث في زمان وجود إمامنا الكاظم في السجن لكانت الفتنة أكبر وأكبر لكن الإمام بقي صامتا إلى أن قضى على تلك الفتنة بعد شهادة أبي موسى بن جعفر الإمام الكاظم يقول في بيان وجه من وجوه هذه الآية وبئر معطلة وقصر مشيت قال البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المشيد الإمام الناطق ومن كافينا الشريف إلى تفسير القم والقم هو أستاذ الكلين وكثير من روايات الكاف قد رواها وحدث بها عن شيخه علي بن إبراهيم القم نحن نتنقل بين سادة الحديث من أشياء أهل البيت أنا لا أحدثكم من كتب لا أعرفها لو أردت أن أحدثكم عن تفاصيل هذه الكتب وأهميتها لحدثتكم أكثر بكثير مما حدثتكم به عن كتاب دعائم الإسلام الذي هو ليس من كتبنا فما بالكم وهذه الكتب أعيش معها ليل نهار هذه الكتب أعيشتها طيلة عمري صارت جزءا من حياتي وجزءا من عقلي ووجداني هذا هو تفسير القم رضوان الله تعالى عليه وفي الحقيقة ما هو بتفسيره إنها أحاديث أهل البيت التي جمعها في هذا التفسير هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة أربعمية واحد واربعين في ذيل الآية وبئر معطلة وقصر مشيت والحديث في سياق كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية التي يحدثنا بها ابن أبي عمير عن إمامنا الصادق قال هو مثل لآل محمد وبئر معطلة وقصر مشيت هو مثل لآل محمد وهذا العنوان آل محمد ينطبق بالدرجة الأولى على فاطمة وبعد ذلك ينطبق على غيرها بحسب العرف فمحمد لم يكن شخص في أسرته الصغيرة يتفرع عن إلا فاطمة ما عنده إلا فاطمة ففاطمة هي آل محمد ولذا ورد في رواياتنا في تفسير آل فرعون آل فرعون بالمعنى بالمعنى الأصل بنت فرعون لأن فرعون لم يكن عنده ولد بحسب ثقافتنا بحسب ما ورد عن أئمتنا ربما اليهود يعتقدون شيئا آخر لا شأن لنا بهم لكن بحسب عقيدتنا فرعون لم يكن عنده ولد ما كان عنده إلا بنت فما جاء من حديث عن آل فرعون بالآصل آل فرعون بنته وبعد ذلك يطلق على الآخرين مثل ما أطلق على مؤمن من آل فرعون لأنه كان من أرحام ومن أقرباء فرعون لكن في الآصل آل فرعون بنته هذه ثقافة العطرة وهذه معارض كلامهم ما أنا الذي أقول كل الذي أحدثكم به جاء عنهم في رواياتهم ما جئت بعرف واحد من عندي وبئر معطلة وقصر مشيت قال هو مثل لآل محمد وبئر معطلة هي التي لا يستسقى منها فيها ماء ولكن لا يستسقى منها هناك من صنع حاجزا من صنع مانعا وبئر معطلة هي التي لا يستسقى منها وهو الإمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم وقصر وممكن تقرأ والقصر المشيت هو المرتفع وهو مثل لأمير المؤمنين والأمة إلى آخر الرواية فالآية تتحدث عن إمام غائب وعن إمام حاضر وبئر معطلة إنه الإمام الذي قد غاب ويصعب علينا أن نحصل العلم من بشكل مباشر وقصر مشيت إنهم الأئمة الذين كانوا في عصر الحضور وعلمهم بين أيدينا في كتبهم في أحاديثهم وبئر معطلة وقصر مشيت هذه الروايات بحاجة إلى شرح لكنني ماذا سأصنع لهذا الوقت أظن أنها إذا ما جمعت سيتضح المعنى من أنها ستلتقي عند نقطة واضحة معاني الأخبار للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 209 الباب الذي عنوانه معنى البئر المعطلة والقصر المشيت في الحديث الثالث عن صالح بن سهل أنه قال أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قال أمير المؤمنين هو القصر المشيت والبئر المعطلة فاطمة وولدها لماذا معطلين من الملك والملك ورد ذكره في الكتاب الكريم وورد تفسيره في أحاديثهم أما في الكتاب الكريم فقد ورد في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة من سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم وآل إبراهيم هنا آل محمد والملك العظيم الإمامة والولاية وهذه المضامين موجودة هنا في الكاف الشريف وفي غيره وفي بقية الكتب لا أجد وقتا لقراءة الروايات يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المصادر هذا المضمون تحدثت عنه بتفصيل في الحلقات الخاصة بإمامة فاطمة في برنامج دليل المسافر يمكنكم أن تنتفعوا من تلك الحلقات ويمكنكم أن تجدوا هذه المضامين بشكل أوضح وأكثر الرابعة والخمسون بعد البسملة من سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الأئمة يقولون نحن المحسودون فقد آتينا آل إبراهيم هم آل محمد فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم هو الإمامة والولاية هذا المعنى هذا المعنى بين في العديد من الروايات وفي الوفير من الأحاديث الشريفة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا يقول أمير المؤمنين هو القصر المشيد والبئر المعطلة فاطمة وولدها لماذا وصفوا بهذا الوصف معطلين من الملك والملك هو الإمامة بالنسبة لولدها عطلت إمامتهم فإن الناس أنكروا إمامته وبالنسبة لها عطلت إمامتها حتى الشيعة قد أنكروا إمامتها ومن هنا فإن الإمام الحجة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة يرد فيها على الذين أنكروا إمامته جعل فاطمة أسوة له في ذلك فمثلما أنكرت الشيعة وأنكر الهاشميون أيضا إمامتها صاحب الأمر فإنهم قد أنكروا إمامة فاطمة من قبل وإذا جعل منها أسوة له صلوات الله عليها وعليه القصر المشيد أمير المؤمنين والبئر المعطلة فاطمة وولدها وولدها معطلين من الملك والملك هو الإمامة والرواية هي هي في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة والكتاب للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي رحمة الله عليه صفحة 344 الحديث السادس والعشرون هنا يأتي الحديث كاملا لأن الرواية التي قرأتها عليكم في معاني الأخبار لم تشر إلى الإمام الصادق الرواية عن الإمام الصادق وإنما جاء من أنه قال هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه لذا جئت بهذا المصدر الذي يذكر لنا الإمام الذي نقلت عنه هذه الرواية عن صالح بن سهل قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيت أمير المؤمنين القصر المشيت والبئر المعطلة فاطمة وولدها معطلون من الملك والملك بحسب أحاديثهم وبحسب قرآنهم المفسر بأحاديثهم الملك هو الإمامة والولاية فلماذا تعطلون فاطمة تعطلون إمامتها ما أنتم تفعلون هذا اقتداءا بأولئك المراجع الأغبياء هذا هو الذي فعلوه بنا وفعلوه بأجدادنا وآبائنا من قبل وفعلوه بأنفسهم اتخذهم إبليس حميرا فعطلوا إمامة فاطمة واتخذونا حميرا لهم هذا هو الذي جرى علينا ولا زال يجري علينا إلى هذه اللحظة فحينما نعرض ما جاء من كلام منسوب إلى إمامنا الصادقي في كتاب دعائم الإسلام ونعرضه على هذا المنطق القرآني تتضح الصورة جلية وبينة وواضحة جدا من أن الإمامة ثابتة لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وما جاء من كلام في هذا الكتاب حتى لو كان صادرا عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه فإن الإمام صادق لا يقصده لغاية من الغايات لحكمة معينة قال هذا الكلام وإلا فإن الحقائق واضحة في قرآنهم وفي أحاديثهم التي تفسر قرآنهم وفي سائر الروايات والأدعية والزيارات التي قرأت عليكم نماذج منها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر